اشتركوا في القناة صحة وسعادة نور دبي رحب مستمعين الاعزاء بالفريق اللي معاي اليوم في الاعداد الاستاذ حسني البلاونة التنسيق والمتابعة نجاة السويدي ومخرجنا المتألق دائما نمر محمد وانا محدثكم عبدالله جمعة وايضا نرحب مستمعين الاعزاء بتواصلكم بآراءكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم على الارقام ستة صفر خمسة واحد اربعة وواحد اربعة وعبر الرسائل النصية القصيرة اسم اس اربعة صفر ستة وناخذ اول فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مع السوشال ميديا وبتكون معانا زميلتنا الاخت اسمة الجناحي اختيتنا صباح الخير طب احكم الله بالنور والسرور وخي عبدالله عليكم على كل مجتمعين اذاعة نور البي صباح الخير وصباح الايجابية نحن بس نعطيه وش نقول نتحمد بالسلام لكل المنظفين العائدين لمقار عملهم في الدولة ونعطيهم بعض النصائح المهمة اللي هي مثلا عدم مشاركة مثلا الاكواب مع الزملاء يعني يمكن ناس كنوايد بس هل يتولهين على زملاءهم بس ما ناخذ حتى باللحظان نشوي نوفرها لوقت اخر ايضا عدم نفادل هذه القنوات التواصل والاجتماعي هي بعض النصائح تم وضع نصائح خاصة لاصحاب الهمن خلال جائحة كوفيد وايضا يوم امس كان اليوم العالمي للطفل اللويسي وهو احد الامراض المناعية العصبية من ضمن اليوم يصادف يوم يعني انتي مثل ما مثلونا القطاع وعدم التدخين نتمنى من الجميع ايضا تدخين من احد العوامر اللي يزيد الخطورة بالمضاعفات كود فنتمنى من الجميع انه يعني ياخذ هال فترة فرصة وقرار انه يقل عن تدخين حتى سواء الالكتروني او الغير الالكتروني انه كلهم نفس الشيء نتمنى يعني كل واحد له مضارة نتمنى من الجميع يعني انهم يعني ينقطعون عن التدخين في يعني مضار ومشاور نعم ايضا نضمن خدماتنا صح للاعمال بالترجع لكن ايضا الخدماتنا الالكترونية موجودة بالاضافة الى الخدمات الثانية نحن نقدم كهية الصحة مثل طبيب لك المواطن الخدمة الدوائي والخدمات الثانية اللي حن عودنا عليها جمهورنا من خلال تواصلوا معنا على الرقم المجاني او الواتساب 8342 او من خلال تطبيق هيئة الصحة الـ تغيبا هاي اشياء اللي كانت تغيبا التواصل الاجتماعي وليتمنى لكم الصحة والصحة شكرا شكرا استاذة اسمى الجناحي على خدمتي كل الشكر والتقدير مستمعين الاعزاء ايضا نذكركم بالاستفادة من الخدمات المميزة اللي اطلقتها هيئة صحة بدبي خدمة طبيب لكل مواطن وخدمة دوائي ايضا وخدمة الواتساب وايضا التبرع بالدم تحت شعار قطر الدم تنقذ حياة انسان جميع الخدمات مستمعين الاعزاء يمكنكم الاتصال على الرقم 800342 بنطلع مستمعين الاعزاء فاصلوا بعد الفاصل عندنا برنامج الرياضة والغذاء مع خصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الاستاذة سام المطيري فخلكم يانا ان شاء الله وراجعين صحة وسعادة مستمعين الاعزاء مرحبا بكم وسهلا رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتميزة إذاعة نور دبي وانذكركم مستمعين الاعزاء بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS4006 وناخذ الخبر من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء رئة المدخن أكثر استقبالاً لفيروس كورونا قال باحثون من مركز أبحاث جولد سبرينج في نيويورك إن رئة المدخن يتواجد فيها كم أكبر من مستقبلات الأي سي إي التي تسهل لفيروس كورونا التكاثر والانتشار داخل الرئة ويفسر أيضاً ذلك سبب احتياج عدد أكبر من المدخنين المصابين بالفيروس إلى علاج داخل المستشفيات مقارنة بغير المدخنين وبحسب التقارير الطبية تجاوز نسبة المصابين بفيروس كورونا الذين تكون لديهم العراض خفيفة أو متوسطة 81% من مجموع المصابين ولا يحتاجون إلى علاج عناية طبية وتحدث أيضاً مضاعفات الإصابة لنسبة قليلة وتوجد أدلة على أن المدخنين من بين الفئة التي تحتاج إلى أكثر رعاية طبية ونشرت نائجة دراسة على شبكة البيور للأبحاث العلمية وأفادت بأن العينات التي أخذت من رئة المدخنين المصابين بفيروس كورونا كانت نسبة مستقبلات l-ACE2 فيها أعلى بكثير من غير المدخنين مستمعين العزاء فقرتنا الثانية بتكون فقرة التغذية مع خصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سامة المطيري وبنتكلم عن الرياضة والغذاء صباح الخير أختي سامة المطيري صباح الخير رفيا أبدالله يسأل لي صباحك صباح المستمعين مرحبا وسهلة أستاذة سامة ونسمع أكثر عن الرياضة والغذاء إن شاء الله ممكن ما ذكرت اليوم رح أتكلم عن الرياضة والغذاء طبعا الموضوع هذا جدا متفرع وكبير لكن رح أركز على الشيء المهم والشيء الرئيسي أن الشلون هم الأثنين يكملون بعض فتعد الرياضة والتغذية وجهان لعملة واحدة الرياضة مع التغذية السليمة القائمة على الغذاء الصحي المتوازن تحقق أفضل النتائج لذلك من الأفضل موازنة الغذاء مع الرياضة واتباع أنظمة غذاء التي تستلاء مع تمارينة رياضية طبعا لتحقيق أفضل النتائج لخسارة أو كتساب الوزن فتناول غذاء الصحي وممارسة التمارينة الرياضية ساعد على الوقاية والسيطرة على العديد من الحالات الصحية والأمراض المزمنة والتي يتم تصنيفها الكثير منها ضمن الأسباب الرئيسية التي تتأدي إلى الوفاء وأهمها زيادة الوزن والسمنة واتفاضة قدم وأمراض القلب والسكري ولكن باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارينة الرياضية يساعد على العلاج والوقاية من هذه الأمراض وتقليل تعرار الحرارية متناولة من خلال استفاع نظام صحي وزيادة حرق السعرار الحرارية من خلال زيادة النشاط البدني مما يمنع زيادة الوزن ويقل من خطر السمنة لدى الأشخاص الأطحاء والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والوقاية منها فزيادة النشاط البدني يقلل من خطر الأصابة بارتفاع بالدم والذي يتمثل أهم العوام الأدية إليه تتباع نظام غير صحي كتناول أطعم العالية بالسوديوم ومنخفضة بالبوتاسيوم وقلة النشاط البدني صحيح وأيضا تعد مرحلة ما قبل السكري من الأسباب التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وتنتج هذه الحال لنتيجة تتباع نظام زدائي غير صحي وقلة النشاط البدني ولكن تأجي زيادة النشاط البدني إلى تقليل من خطر الأصابة بالمرض السكري من نوع الثاني وترتبط تناول المستمر للخضروات والفواكه وممارسة الغذاء يوبيا بالتقليل من خطر الأصابة بسكتة الدماغية وعمال التغذية الصحية يعتمد على نافع ناصر مهمة والتي يضمن وجودها توفير لعنافر غذائية جميعها للجسم دون الحاجة إلى زيادة أو منقصانها وهذه العنافر التوازن والتنوع والاعتدال شلون يعني نتوازن وتنوع ونعتدل في أكلنا فتوازن في جميع أنواع الأغذية يوميا من تفك المجموعات الغذائية كانت ألبان أو وقوليات أو نشويات أو قطروات أو فواكه أو بروتينات والعنصر الثاني هو التنوع فالتنوع والتناول الأغذية الموجودة في جميع الجموعات الغذائية لضمان حصول الجسم على كافة العنافر المهمة الموجودة في تلك المجموعة مثل تناول كافة أنواع القطروات وليس صنفة واحد منها وأخيرا الاعتدال ذلك عن طريق تناول أغذية بحثة معتدلة من كافة المجموعات الغذائية بعدم الزيادة في تناول أغذية من المجموعة المعينة والتقليل من المجموعة أخرى ومعرفة احتياج اليومي من السعرات الحرارية فالتغذية المتوازن أخويا عبدالله هي الدائم الرئيس لصحة الجسم وعند يتطاع للنظام بدائي صحي تلاءم مع التمارين الرياضية يعني عكس على صحة البدن والصحة النفسية معا ولكن لو لاحظنا أخويا في بعض الأحيان أن البعض يشعرون بالإحباط بسبب ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم ولكن بدون اتباع نظام بدائي صحي والعكس صحيح وذلك الفشل إنقاط الوزع لأنهم لم يحكرو على النتائج المطلوبة بعد بدل المغيد من التعب ويوضع هذا اليأس والترك النشاط الرياضي ولكن لابد من المعرفة حقيقة واحدة وقد ذكرتها سابقا وهي أن التغذية الرياضية مع مهمين لخفض الوزن ولصحة الجسم بشجعة ولابد أن نعلم أن ممارسة أي نشاط الرياضي لابد أن يكون مضحوب بنظام ضدائي متوازن بدأ خيغ النتائج المطلوبة لأن المظهر الأنيق هو نتاج 30% من النشاط الرياضي و70% من التغذية الصحيحة المتوازنة والسليمة وتشير الدراسات العلمية أن ممارسة الرياضة مع التغذية ترفع معدلات وإنقاس الوزن أعلى من عدم ممارسة الرياضة واتبع نظام غذائي فقط صحيح أيضا أستاذ سامن نحن طبعا نتحدثنا في الحلقات السابقة عن أهمية الوجبات الغذائية بحيث أنها تكون متوازنة وفيها كل العناصر التي تاجها جسم الإنسان واليوم يعني في الوضع الراهن نحن محتاجين بأن يعني تكون عندنا المناعة قوية ويكون عندنا أيضا الجهاز المناعي قوي فكل ما ذكرتي مهم وأيضا يعني له أهمية كبيرة جدا بالنسبة للصحة العامة فنحن دائما ننصح مستمعين الأعزاء بأن الاهتمام في الوجبات الغذائية لا بد أنها تكون متوازنة على أساس أن مثل ما ذكرت خطنا سامن لا بد أن تكون أيضا متوازنة حتى تعطي يعني النتيجة الجيدة وأيضا مثل ما ذكرتي اختساما بأن لا بد أن تكون أيضا متناسبة ومتناسقة في وقت واحد مع الرياضة صحيح نعم أستاذ سام المطيري أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي كل الشكر والتقدير لك أفضل شكرا مستمعين العزاء بناخذ فاصل وبعد الفاصل معنا دكتورة فاطمة سيد أحمد أخصائية الطب النفسي بمستشفى راشد وحديثنا بيكون معها عن عودة موظفي حكومة دبي إلى العمل المكتبي ما هي الإجراءات الوقائية والإحترازية في هذا الموضوع خلكم ويانا إن شاء الله ومزيد من المعلومات بعد الفاصل صحة وسعادة مستمعين العزاء مرحبا بكم وسهلا رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة ونرحب بكل من أنظم إلينا برنامج صحة وسعادة مستمعين العزاء قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للعلام وعبر أثير إذاعتكم المؤلقة والمتميزة دائما إذاعة نور دبي نذكركم برقام التواصل معنا مستمعين العزاء على ستة صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وعبر الرسائل النصية القصيرة اسمس أربعة صفر صفر ستة وتحت عنوان عودة موظفي الحكومة إلى العمل المكتبي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اعتمد السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولعهد دبي رئيس المجلس التنفيذية لسبوع الماضي قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة خمسين بالمئة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق واحد وثلاثين مايو الجاري وبنسبة امية بالمئة اعتبارا من أربعة يونيو عشرين عشرين مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف باسم كوفيد تسعة عشر مجتمعين الأعزاء للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة فاطمة السيد أحمد أخصائية الطب النفسي بمستشفى راشد دكتورة فاطمة صبحك الله بالخير والنور والعافية صبحك الله بالنور والسرور وشكرا على هذه الاستضافة وإن شاء الله يا رب نفيدكم في هذا اللقاء إن شاء الله إن شاء الله دكتورة فاطمة طبعا مثل ما تعرفين بأن عودة موظفي الحكومة إلى عمل اليوم نتعرف دكتورة أكثر عن يعني تعرفين عن بداية الإجراءات الاحترازية التي يجب على الموظف خلال تواجده في مكتب العمل ومثل ما نعرف بأن اليوم المفروض أن كل شخص يكون متسلح بالعلم ومتسلح بالمعلومات بالثقافة عن الفيروس كورونا وكيف يعني يقي نفسه عن مخاطر هذا الفيروس سواء في البيت أو في العمل ولو تحدثين دكتورة اليوم عن يعني رجوع الموظف إلى المكتب إلى العمل يعني كيف الطاقة الإيجابية كيف نفسيته كيف يعني يتأقلم مع هذا الجو ولكن ضمن الإجراءات الاحترازية طبعا نحن من سمعنا الخبر يعني شفنا ردود أفعال مختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي نعم في من الناس اللي رحبت بالذكرة وبالعكس يعني أبدت استعدادها التام أنها ترجع إلى مقرات عملها والباشرة عملها وحثت بأن هذه بالعكس فترة إيجابية أنها رح ترد بتفاؤل وأنها يعني عودة الحياة لمسالها الطبيعي شعور يعني يعني يبتع للإطمئنان أنه نحن قاعد نرد حياتنا الطبيعية لأنه نحن قادرين نحن نسيطر على هذا الوباء باتخاذنا والناس اللي حسوا بالقلق وحسوا بالتوتر وصار في رحبة من فكرة العودة للعمل وطبعا هذه الردود يعني نتوقعها لأنه في النهاية نحن كبشر مختلفين في تركيبتنا البيولوجية في نشأتنا في طريقتنا يعني وبيئتنا المختلفة فبالتالي ردود أفعالنا المختلفة شيء جدا طبيعي صحيح نحن مهني عشان نوجه أصابع الابتهام ونلوم الناس اللي مهلا تشعر بالقلق هذا الشعور جدا طبيعي بحكم أننا نحن مختلفين في التعايش مع التغيرات والتكيف مع الأمور لكن الخوف ينتج عن نتيجة قلة المعرفة إذا أنا كنتان سلحت عمري بالمعرفة وعرفت شو الإجراءات الاحترازية اللي لازم أنا أتخذها في مقر العمل راح يقب عني التوتر لكن إذا أنا ما عرف شو بالإجراءات الاحترازية وأذهب إلى بيئة الأمل بدون أن أكون أمسلح نفسي بالمعرفة بالإدراك هذه الأمور اللي أنا لازم أتبعها في بيئة الأمل أكيد الخوف راح يتم موجود لهذا السبب نحن نعيد ونزيد في كل وسائل التواصل الاجتماعي سواء من مواقع يعني وزاة الصحة أو مواقع هيئة الصحة في دبي كمني نزيد في مسألة الإجراءات الاحترازية لأهميتها وضروتها لأنها راح تساعدني على النفل خط هذه الأزمة إن شاء الله وتكون الفترة الياية فترة إيجابية أهم هذه الإجراءات الاحترازية طبعا لمس الكمام شي جدا ضرور أن نحن نقوم بتقطية الأنف والثم غسل اليدين بشكل مستمر يعني بالماء والصاب لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو إذا تعدل هالشي أننا نستخدم المعقم أو المطهر الكحولي بتجنب لمس الوجه العين والثم قبل غسل اليدين إذا نحن لا مثل أي أسطح أو أدوات طبعا تنظيف الأدوات المكتبية والأسطح اللي نحن نلبشك المستمر هذه ضرورة إن نحن نمسح هذه الأدوات نعقمها ونظهرها قبل الاستخدام لأن في نهاية أنا بأحفظ سلامتي كموضة وبذلك الاستخدام لأنني أنا بأحفظ زملائي بعد لأن في نهاية مسؤولية هذه مسؤولية تقع على آتق الجميع أننا نحن لما نخلق بيئة آمنة للجميع ليس بس أنا كفرد فهذه الإجراءات الاحترازية بشكل عاملي لازم يتبع الموظف وراح تكون إذا اتبعها راح تقلل من الخوف بالتوتر اللي ممكن يصاب به والرهد من العودة لمقى العمل صحيح أيضا دكتور أنت ذكرتي نقطة مهمة بأن اليوم يعني الجميع مسؤول عن الجميع فلابد أن الإنسان يكون عنده هذا الشعور أو هذا الحس المسؤولية حس الوطنية حس الإنسانية بحيث أنه يعني يكون مثل ما تفضلتي عند المعلومات وعند الثقافة على أساس أنه يحمي نفسه من هذا الموضوع خلال هذا الموضوع دكتور لو نتكلم عن يعني التدابير الوقائية التي يجب توفرها في مقرات العمل على أساس أن أيضا الشخص يعني يرجع المكتب أو العمل يحس أن هناك في جميع الإجراءات تم اتخاذها بعين الاعتبار والأماكن يعني فيها يعني تعقيم وفيها كل الإجراءات التي يعني تهم يعني صحته وأيضا سلامته في مقر العمل تدابير الوقائية طبعا يعني أنا بتكلم بشكل عام لكن لا شكل بيضع عمل مختلفة كل مؤسسة آلية العمل فيها مختلفة فبالتالي يمكن التدابير الوقائية تختلف شوية من بيئة العمل إلى أخرى لكن بشكل عام أغلب المقرات العمل أو المؤسسات راح يكون فيها يعني لابن يتوفر فيها أدوات التعقيم بشكل يعني أسهل الوصول في أماكن باردة على أساس أننا تتذكر أنهي دائما لابن تعقم يدها لابن يكون في تعبئة لهذه الأدوات بشكل دوري وبشكل منتظم لابن يكون في توفر للكمامات بعض الخطوط يعني الموظفين اللي في الخطوط الأمامية المؤسسات تأخذ على عاتقها أنها توفر لهم الكمام إذا اضطروا أن يغيرون الكمام في بيئة العمل أو إذا مثلا مراجع أو متعامل ونبدأ قلة وعي أو قصور أن مثلا نبلابس الكمام أن نحن نوعيين نستغل هذه الفرصة أن نوعي هذا المتعامل لضرورة لبس الكمام طوال نحن نعطي الكمام نحفظ فيه سلامة موظفينا وسلامة المراجعين الآخرين لازم نكون فيه يعني ترك المسافة القافية بين الموظفين وحتى الموظفين والمتعاملين على القدية يعني بما لا يطل عن مترين بين الموظفين والمتعاملين يجب أن يكون فيه تعليمات ومصفقات علمية يتذكر سواء الموظفين أو المتعاملين بضرورة يعني اتباع الطرق فحيح الغسل اليدين عداب العطس يكون فيه مثلا إرشادات عن طريقة عداب العطس إيجابية عن رسالة إيجابية عن أن نحن ممكن نتخلط هذا الموضوع نحن ممكن بالتزامة بهذه الجراءات الاحترازية نحن نخلق بآمنة في مقر العمل الأماكن التي فيها طواضير عملاء يكون فيه ملسقات تنظم سألة الطواضير الأماكن التي فيها انتظار يكون فيه مثلا عدد ملسقات تحدث العدد المسموح للمتعاملين في هذا المكان أهم بعثي نقاطهم أن مثلا أي عامل عملاء أو مراجعين يدخلون مقر المؤسسة هذه يكون فيها قياس لحرارتهم على أساس أن إذا كان شخص ممكن شاكي من حرارت تكون مبتزعين يمنع أن يدخل مقر العمل وحتى الوظفي ممكن نحن نقصر قبل أن يدخلون مقرات العمل فيه وايد تدابير وقائية تتخذ من المؤسسات الحكومية قامت أن يوم شفنا البروتوكول الذي ينزل يعني العودة للعمل كان أهم نقطة فيها وأهم أنهم يدخلون صحة نفسية للموظف ويأكدون على أن الموظف لازم يكون تتخذ من مكافة هذه الإجراءات ومتبعة في الدوار الكومية ومكافة هذه التدابير الوقاية تتخذ من تهيئتها لاستقبال الموظف بشكل آمن نحن الآن نتكلم أغلب الموظفين باشروا العمل فأكيد أن هذه الأمور مجهدة ومرتبة في مكاتبهم وفي مقرات عملهم فهذا يبعث على الشذور الأمن ويقدم التوتر الذي يمكن أن يصاب فيه الموظف بسبب عودته للعمل يشوف أن كل شيء الحمد لله مرتب وكل شيء أولوية المؤسسة الحكومية هي فحة الموظف أولا وآخرا صحيح وأهم نقطة دكتورة مثل ما ذكرتي بأن لا بد أن يكون هناك أيضا وعي عند الموظف نفسه بجميع الإجراءات والوقائية والاحترازية وأيضا الدليل الذي نزل فيه كثير من الأمور وكثير من البنوة التوضيحية يعني لا بد أن الموظف يكون مطلع عليها بشكل كبير جدا دكتورة لو نتكلم عن أهمية التباعد الجسدي طبعا يعني التباعد الجسدي مهم بين الموظفين في مقرات العمل شو أهميته على الموظف وطبعا لا بد أن الموظف يعني ياخذ بالاعتبار الجانب هذا بشكل مهم شوف أهمية التباعد الجسدي هي من منطلق أن نحن نفهم كيفية اتشار هذا المرض المرض هذا عندما يكون شخص مصابد السعادة أو مثلا الزفير وهي خروج عملية يعني الهواء من الرئتين ممكن تطلع قطرات مصابة بالفيروس هذا وممكن تنتشر على الأشخاص والأسطح القريبة فبالتالي نشف على التباعد الجسدي عشان نمنع هذه العملية ونمنع انتشار المرض فبالتالي التباعد الجسدي مهم من هذا المنطلق لكن نحن دايما نقول كثر ما نحن نشجع للتباعد الجسدي ونقول أن هذا شيء ضروري عشان لا يكون في انتقال المرض نشجع على أن الموظفين يعني في مكاتبهم يكونون يعني المكاتب مرتبة بطريقة معينة عشان نظر هذا التباعد الجسدي لكن بعد في نفس الوقت نحن ما نشجع التباعد الاجتماعي خلكم التباعدين جسديا لكن خلكم قريبين اجتماعيا الزميل الخوف مش من الزميل هذا الزميل اللي أنا كنت معاه سنين وأداوم معاه سنين لكن الخوف بالمرض نفسه بالأكس هذا الزميل اللي يكون في هذا الفترة أقرب لي ولازم نحن نكون ايد وحدهم نتعاون نذكر بعض الإدراعات الاحترابية نذكر بعض رسائل إيجابية نصد بعض رسائل إيجابية نذكر بعض أن نحن نقدر نتعاون فيما نحن نتخطى هذه الأزنة لأن هذه الأمور هي تساعدنا أن نفسيا نكون يعني أفضل وشعورنا في بيئة العمل وعطائنا في بيئة العمل يكون أفضل فأنا وايد يعني صح أحس على التباعد الاجتماعي لكن أقول حاولوا أنكم ما توصلون لمرحلة التباعد يعني قضي أحد على التباعد الدستي بس أقول حاولكم ما توصلون للتباعد الاجتماعي بالأكل خلكم أقرب وخلكم تعاونين أكثر لأن هذا الشي اللي رح يخليكم تتخطان هذه الأزمة مع بعض صحيح إن شاء الله ودكتور أنت يعني تذكرت نقطة مهمة جدا اللي هي الدعم يعني الدعم المستمر بين الموظفين لتجاوز هذه النقاط لأننا لابدنا كل موظف يعي بشكل كامل جدا بأن جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية تم أخذها في المؤسسات الحكومية في إمارة دبي ولكن الموظف لابد أن يكون هناك فيه عند أمل وعند تفاؤل وعند إيجابية للتعامل مع هذه الأشياء دكتورة لو نتكلم عن نحن في العمل وهناك طبعا أسطح يستخدمها بشكل مستمر الموظف لو نتكلم عن الإجراءات الوقائية عند تعامل الموظف مع أدوات العمل والمرافق العامة التي يستخدمها الجميع بالنسبة لأدوات العمل إذا في أدوات عمل نحن ممكن استخدمها مرة وحدة ونتخلص منها طبعا هذا يأفضل لكن نكون واقعين أغلب أدوات العمل التي نحن استخدمها هي قابل لإستخدام لعدة مرات صحيح ممكن كل موظف يكون عند أدوات خاصة فبالتالي ما يشاركها مع موظف آخر لكن في أجهزة في أشياء أكيد رح يعني نضطر أن نحن نتشاركها مع موظفين آخرين مثل ما قلت مسؤولية كل شخص مسؤول في مقر العمل أنه يحمي نفسه ويحمي الآخرين حوله فبالتالي أنه يعني ضرورة أنه يعقم هذه الأدوات قبل الاستخدام ويعقمها بعد الاستخدام وطبعا كل مؤسساتنا الحكومية في الدولة وفي إمارة دبي تحديدا ما أخبر لعاتقها مسألة التعقيم هذه يعني رح يكون التعقيم دوري بس بعد كل واحد ياخذ يعني إحضياطاته بمقسيمة يخص أدواته الخاصة لكن كل الأصباح كل المقاتب كل المرافق في هذه المؤسسات الحكومية رح تكون تعقم بالشكل دوري وحتى الدورات التي تتعقم بعد كل استخدام في بعض المؤسسات يعني هذه كلها إجراءات تتخذها الحكومة عشان تضمن سلامك وتضمن أننا نشعر أنها بيئة العمل بيئة آمنة لنا جميعا لكن بعد الواحد يكون مسؤول عن أدواته الشخصية أنه يعقمها هذه مسؤولية على كل فرد لازم يتبعها إن شاء الله صحيح ومثل ما ذكرت يا دكتورة أنت في البداية أن هذه يعني سلاح وعلم وثقافة لا بد أن يكون يعرفها الشخص على أساس أنه كيف يدير ويتعامل مع هذه الإجراءات اليومية دكتورة لو نتحدث عن الطرق الاحترازية للتعامل الموظف يعني كيف يتعامل الموظف مع المتعاملين والمراجعين بشكل عام وخاصة أولئك الذين مثلا يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور وأنت تفضلت في البداية يعني موظفين الصف الأمامي بالنسبة لموظفين الصف الأمامي يعني يمكن هم أكثر عرضة لأن يتعاملون مع متعاملين ومش عارفين إذا هذين المتعاملين مصابين أو حاملين للمرب أو عندهم أي شيء ثاني الموظفين اللي لازم يتقون أول شيء مسافة كافية إذا كان في مجال أن يتعاملون مع المتعامل خلق المجاج الآزل طبعا هذا يكون أفضل لكن إذا تأذرت هذه الأمور المؤسسات الحكومية مصر يعني ملابس واقية للخطوط الأمامية شبيهة تقريبا للي نحن نلبسها كأطبة في المستشفيات الناس اللي عندهم تعامل مباشر المؤسسات ماخذة على عاتقها أنه يتوفر هذه الملابس الواقية ويتم تدريب الموظفين بالطريقة الصحيحة للبس هذه الواقية وكيفية إزالتها فبالتالي الموظف لازم نشر بالأمان كل الأمور تنراستها وتهيئتها عشان تكون بيئة العمل بيئة آمنة نحن لازم ما نخاف أن نحن نأدي إذا نحن كنا نتبعين كل هذه الإجراءات بحداثيرها الخوف هو من الجهل إذا أنا ما أعرف وما ما كي تستخدم أو ما أعرف كيف أقي نفسي فهني أكيد تكون في خوف لكن أتوقع في زكون دورات الخطوط الأمامية إن كيف يلبسون هذه الملابس الواقية كيف يتخذون الإجراءات اللي لازم يتخذونها مع المتعاملين فأطمئن الجمهور والموظفين أنني دام فلحتوا بالنعرفة دام أنكم عرفتوا شو الخطوات اللي لازم تتبعونها هذه راح تكون إن شاء الله شيء جدا إيجابي بالأكس تحسون أن أنتم في بيئة عمل فعلا آمنة لأن أنتم الأولوية الأولوية عند الحكومة هي سلامة الموظفين أولا وآخرا صح دكتورة حتى نتحدث معاك عن الجانب المهم هذا بأن اليوم يعني المعرفة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لابد أن تكون ثقافة كيف دكتورة ممكن أن أنت يعني تنصحين الموظفين بأنه لابد أن يحط في باله أن أصبح اليوم موضوع الأخذ بالاعتبار إجراءات الاحترازية والوقائية في مجال العمل كيف يتعامل مع زميلة كيف يتعامل يعني حركته اليومية في أثناء ساعات العمل يعني خروجه من المكتب ذهاب إلى مكتب آخر يعني لقاء بموظف آخر لحاجة معينة كيف نزرع هذه الثقافة كتورة في المؤسسات اليوم مع أخذ الإجراءات الاحترازية بخصوص موضوع يعني عدوى كورونا المرض يعني موجود والخوف مش من من الزملاء ولا الخوف من المكاتب ولا الخوف من الأدوات الخوف نفسه من المرض نفسه لأن اللي باء في النهاية مرض نحن لازم نعرف نوجه مشاعر الخوف هذه بطريقة صحيحة الخوف إذا زاد عن حد رح يخلينا ناس عادسين رح يخلينا ناس يعني ما نقدر نعطي رح يخلينا ناس بيئة العمل هذه رح تكون بيئة جدا ثقيلة علينا وراح نحاول يعني نتهرب منها وراح تكون يعني الروح لهذه البيئة رح تكون يعني فيها ثقل لكن إذا نحن نوجهنا الخوف أن تخلي الخوف هذا نوع من أنواع الحقر أني أنا أكون إنسان حقر لكن ما أكون إنسان خايف أنا زاد في تعاملي مع زميلي إذا حتى زميلي كان مقصر أني أنا وجهة ومصحة لكن ما أخلق بيئة سلبية أن لا نحن لازم كلنا ما نتلاقى نحن لازم كلنا ما يعني نكون حذرين في التعامل نحن نكون واعين ودائما نستشعر أن الإجراءات الاحترازية أن نحن قاعد نتخذها بطريقة صحيحة دائما نذكر بعض دائما نرسل هذه الرسال الإيجابية بين بعض لكن نحاول نتعايش مع الموضوع ونعيش بطريقة طبيعية لأن إذا نحن كل ما خلينا الموضوع طبيعي والحياة تستمر رح نحس أن القلق تدرجيا رح يقل لكن هذا لازم يكون دائما موجود القلق والخوف لازم يقلون في النهاية لكن الحذر هو الشي اللي رح يضمن سلامتنا كأنه رح يخلينا نشبر أن التجربة الفترة هذه القادمة فترة إيجابية لكن إذا استثلنا للخوف طبعا رح نحس أن التجربة رح تكون سيئة بالأسس تكون آثار سلبية صحيح دكتورة دائما نحن ننصح الجميع بأن يأخذون الموضوع هذا بشكل إيجابي والكل يتعاون مع بعض حتى يتم التغلب على هذا أو هذه المرحلة دكتورة طبعا خلال الفترة تقليل الإجراءات هناك استخدام لوسائل النقل هل هناك دكتورة إجراءات معينة للوقاية من الفيروس في موضوع استخدام وسائل النقل العام يعني نحن طبعا نفضل الأشخاص يستخدمون وسائل النقل الخاصة لكن في أكبيرة تستخدم وسائل النقل العام سواء هي تابعة لمؤسسات معينة تكون عندها وسائل نقل موظفينها أو في وسائل نقل عامة يستخدم مثل مترو يعني أشياء معينة هي لفت الإجراءات اللي نكون في تجنب أن نحن نلمس أي أسطح نحن عندنا ثقافة المصافحة نحن ناس نحب يعني اجتماعيا كمجتمع عربي نحن نحب نسلم فإذا دخل شخص زنيل أو شخص يعرف عطول يسلم عليه فنحن نحاول هالفترة نتجنب المصافحة يعني عشان نحفظ سلامة ناو سلامة الآخرين نترك مسافة كافية إذا اضطر لنا نحن نلمس شيء في وسيلة النقل هذه نحن نتجنب نلمس الوجه الأين والفم لما نحن نعقل إيدنا أو نغسل إيدنا إذا في مجال أن نحن ندفع إلكترونيا والحمد لله يعني بوسال النقل في دولة الإمارات يعني فيها هذه الخدمة أن نحن ممكن ندفع إلكترونيا نحن ملازم نتعامل مع العملات الورقية لكن إذا غرينا نحن نتعامل مع العملات الورقية إما نحن نعقل نقص إيدنا ونعقل إيدنا بعد ما نحن نشيل يعني نستلم هذه النقود في سيارات إجراء موفرة عازل بين السائق والعميل يعني كم هذه الإجراءات التي تتخذها الدولة كمها لرمان سلام الفرد في هذا المهم سوف نجد أن وسائل النقل سابقا هي مختلفة تماما عن الإجراءات التي تتبعها الدولة حاليا وسائل النقل حاليا صارت آمنة المسافات القوانين الأعداد الفترات الزمنية التعقيم تنبع كل رحلة في إجراءات كثيرة تتبعها الحكومة على أساس طبعا سلامة الفرد فالوسائل هذه تعتبر آمنة إذا نحن اتبعنا الإجراءات الاحترازية هذه وتدابير الوقائية طبعا هذه كلها مطبقة من حكومة دولة الإمارات رح تكون هذه الرحلة آمنة على الفرد وإلى المجتمع ككل نعم دكتورة لو يعني نتكلم عن أيضا الجانب مهم بخصوص موضوع الإجراءات الاحترازية والوقائية يعني بعد رجوع الموظفين وبالأخص اليوم إلى المنزل ما هي التدابير أو الإجراءات الوقائية اللي يجب على الموظف معرفتها قبل دخول البيت أتوقع هذا يمكن أكثر شيء مقلق للموظفين أنهم خايفين يروفون العمل ويردون يعني 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 من بعض أنه ممكن يقلون شيء لأسرهم طبعا إذا الإنسان مثل ما قلنا تعرف وسلح عمره بالمعرفة وسلح عمره بالخطوات الأساسية اللي يجب تبعها رح يقل هذا الخوف ورح يحس أن لا بالأكس أنا رحت داومت بشكل آمن لأسرتي وما أثرت أبدا على أسرتي في أشياء ممكن يتخذها الشخص قبل الذهاب للعمل أنه ممكن يعني إذا عنده مثلا زي رسمي يستخدم أن يلبس في مقر العمل أنه ممكن يحط هذا زي أنه يلبس في مقر العمل وليس شرط أن يلبس من البيت وبالتالي ممكن أثناء عودته أن يتخلط من هذا يجهزنا يكون ما أخذ الكمام المعقب القفاز إذا يحتاج إذا حذاء ممكن يبدله يكون في العمل عنده حذاء مخفوف للعمل والتالي يكون من يدخل البيت ياخذ حذاء ثاني يكون أفضل عند مغادرة مكان العمل من باب المسؤولية نحن أقم كل أدوان في العمل إذا في بطاقة عمل أو أشياء معينة يستخدمها ويجه يتركها في بيئة العمل في البيت أفضل أن يجعلهم بيئة العمل يعقم ويتركها هنا فليس يجب أن يأخذها البيت مثل ما بلتظير ممكن يبدله في العمل نفسه الأحذية ممكن يتركها هنا إذا اضطر أن يأخذها البيت أن يحطها في كيس مثلا خاص وينقلها للبيت عند الوصول للمنزل الأفضل أنه لا نلمس ولا شيء يعني لا نلمس أي شيء ولا نحاول أنه نحن راح فيها العمل وطبعا الاستحمام شيء جدا ضروري وبردين ممكن الشخص يعني يختلط بباقي أفراد العائلة إذا في مجال يكون في غرصة انتقالية أنه مثلا يرسل البيت وإذا في غرصة خارجية أنه يقوم فيها بهذه الإجراءات قبل لا يدخل البيت يكون أفضل إذا لا أنه يدخل لين الغرصة بس أنه يحاول أنه ما يمثل أشخاص والأفراد ويأخذ راحته في الموضوع دكتور أفاطمة سيد أحمد أخصائية الطب النفسي بمستشفى راشد الحقيقة استمتعنا بالحديث معاك كل الشكر والتقدير لك دكتور أفاطمة شكرا شكرا ويدا على الاستضافة وإن شاء الله يارب كل الموظفين يردون إلى بيئة عملهم بنطرة إيجابية لأن الفترة القادمة إن شاء الله راح تكون فترة إيجابية إذا نحنا تسلحنا بكل هذه الأمور وعرفنا نفسنا شو الأشياء التي نتبعها وساندنا بعضنا على أساس أن تكون فترة إيجابية للجميع إن شاء الله شكرا دكتور أفاطمة مستمعين الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وأن حلقتنا قدمت لكم المعلومات المفيدة وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي لإيجاد مجتمع صحي وسعيد وأذكركم أيضا بأن الالتزام بالإجراءات والوقائية والاحترازية واجب وطني لساعدنا على تجاوز هذه المرحلة وسلامة المجتمع أمانا لا يمكن أستهان بها أبدا أشكر فريق العمل اليوم معاي في التنسيق والمتابعة نجاة السويدي ومخرجنا المتألق نمر محمد وتقبلوا تحياتي عبدالله جمعة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي